مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص لأحوال الجوية وآخر تطورات المنخفض الجوي هذا المنخفض الجوي بدأ بالتعمق مساء هذا اليوم ويتعمق هذه الليلة وغدا الثلاثاء بإذن الله ويتحرك باتجاه شمال شر جزيرة قبرص وتدخل الجبهة الهوائية الباردة هذه الليلة بدأت الدخول مساء هذا اليوم في المناطق الشمالية هذه الليلة يمتد تأثيرها إلى المناطق الوسطى وكثير من مناطق المملكة بحيث تنتج عنها أمطار شديدة الغزارة وأيضا تتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية العالية مشاهدينا فاصل ونواصل حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل أنواع الهطول وأوقات أنواع الهطولات بنلاحظ أنه هذه الليلة وخاصة بعد منتصف الليل بتكون التساقط هذا اللون الأخضر يمثل الأمطار الغزيرة اللي بتشمل معظم المناطق الشمالية والوسطى وبعض أجزاء من شمال المناطق الجنوبية واللون البنفسج يمثل أمطار مخلوطة بالثلوج واللون الأزرق يمثل تساقط بعض الثلوج وهناك تساقطات للثلوج على المرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن 1200 متر عن مستوى سطح البحر مثل مرتفعات عجلون أما الثلاثة صباحا ثلاثة صباحا إن شاء الله بتتساقط الثلوج على المرتفعات اللي بيكون ارتفاعها بحدود 1000 متر عن مستوى سطح البحر ولكن ظهر يوم الثلاثة بيكون بحدود التساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر عن مستوى سطح البحر وبشكل عام يوم الثلاثة تسود أجواء باردة شديدة البرودة انخفاض كبير على درجات الحرارة أجواء باردة غائمة ماطرة وتساقط الثلوج على الارتفاعات التي تكلمت عنها ويوم الثلاثة ظهرا أيضا تستمر الأجواء باردة غائمة ماطرة وعاصف أحيانا ورياح شديدة وتتساقط الثلوج على المرتفعات اللي بتزيد عن 1200 متر عن مستوى سطح البحر والثلاثة مساء وليلا أيضا تستمر الأجواء باردة غائمة ماطرة وفرصة لتساقط الثلوج على أيضا مرتفعات عجلون وليلة الثلاثة على الأربعاء تشمل أيضا مناطق الطفيلة والكرك وجبال الشراه الأكثر ارتفاعا وبالتالي يوم الثلاثة ليلا وبعد منتصف الليل أيضا تشتد غزارة الهطولات في معظم مناطق المملكة بما فيها الشمالية والوسطى وأيضا الجنوبية سواء كانت الهطولات أمطار أو تساقط الثلوج وحتى صباح يوم الأربعاء تقريبا هناك هطول وثلوج تسقط بشكل متقطع على المرتفعات الجبلية التي بكون ارتفاعها حوالي 1000 متر عن مستوى سطح البحر أو أقل أحيانا وهذا واضح نلاحظ أن معظم اللون الأزرق يمثل هطولات الثلوج واللون البنفسجي الأمطار الممزوجة بالثلوج واللون الأخضر يمثل الأمطار الغزيرة إذن بشكل عام تكون أمطار غزيرة وكميات وفيرة تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه جريان السيول وأيضا تساقط الثلوج هناك خطر من الانزلاقات خاصة على المناطق الجبلية من المملكة وبتستمر هذه الوضعية حتى ظهر يوم الأربعاء ولكن بعد ظهر يوم الأربعاء ومساء يوم الأربعاء تضعف الهطولات وتخف أيضا تدريجيا لكن تبقى الأجواء باردة تبقى غائمة وتبقى فرصة الهطول سواء أمطار وبعض الثلوج تسقط لكن بشكل أخف كثير من يوم الثلاثاء وصباح الثلاثاء وليلة الثلاثاء على الأربعاء وصباح يوم الأربعاء وأيضا الخميس تخف أكثر وأكثر وتخف سرعة الرياح أيضا تدريجيا فالأحوال المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء باردة عاصفة غائمة ماطرة وتتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاع عن 1200 متر عن مستوى سطح البحر سرعة الرياح كبيرة جدا درجة الحرارة الصغرى 2 لكن الملموسة هي أو درجة حرارة شعور هي 3 تحت الصفر وسرعة الرياح أكثر من 27 كيلو متر في الساعة ممكن توصل أحيانا بعض الهبات إلى 50 و60 كيلو متر في الساعة واتجاهها طبعا جنوب غربي أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة يوم غدين 3 أجواء باردة غائمة ماطرة انخفاض على درجات الحرارة درجة الحرارة العظمى 5 الأمطار غزيرة زي ما حكينا وتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية اللي حكينا ارتفاعاتها في بداية هذه النشرة بالتفصيل وأيضا ليلا بتكون باردة وغائمة وماطرة وتساقط الثلوج والصغرى بتكون بحدود 3 درجات ويوم الأربعاء أيضا أجواء أكثر برودي وباردة وغائمة وماطرة وتساقط الثلوج أيضا على معظم مناطق الجبلية وأيضا ليلة الأربعاء أو الأربعاء بتكون الأجواء باردة وأيضا تتساقط الثلوج وتساقطات والهطولات هي ليلة الاثنين على الثلاثاء وصباح الثلاثاء ويوم الثلاثاء وأيضا ليلة الثلاثاء على الأربعاء وصباح الأربعاء يوم الخميس تقريبا تضع في الهطولات تخف في الهطولات تخف شدة الأمطار تخف شدة الثلوج أيضا وترتفع درجات الحرارة قليلا وتخف سرعة الرياح والعظم المتوقع ستة لكن الأجواء ليلا بتكون غائمة ضبابية ودرجات حرارة متدنية بحدود 3 درجات مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة الأماكن المختلفة بنلاحظ في المناطق الشمالية المناطق الشمالية أجواء باردة غائمة ماطرة إربت 9 إلى 7 عجلون 7 إلى 5 مع تساقط الثلوج جرش 9 إلى 6 والمفرق 8 إلى 4 درجات مئوية أما المنطقة الوسطى بنلاحظ انقفاض واضح مع تساقط بعض الثلوج خاصة في مأدبة وفي عمان وأيضا جبال البلقاء وجبال عجلون البلقاء 6 إلى 4 مأدبة 5 إلى 4 عمان 5 إلى 3 الزرقاء 9 إلى 6 حتى منطقة البحر الميت أجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا مع زخات أمطار متفرقة 16 إلى 12 والمنطقة الجنوبية أيضا أجواء باردة غائمة ماطرة وتتساقط الثلوج على جبال الكرك والطفيلي وجبال الشراح 6-4 في الكرك طفيلي 5-2 الشراح 3-0 العقبة أجواء باردة نسبيا 17-7 وإمعان 6 إلى 2 مع رياح شديدة والمنطقة الشرقية أجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا الأزرق 10 إلى 5 وتسعة إلى 4 وأرويشد 9 إلى 3 مع زخات متفرقة من الأمطار أحيانا تكون غزيرة وشديدة ومعظم الأمطار هذه الليلة ويوم الثلاثاء وليلة الثلاثاء على الأربعاء وجزء من يوم الأربعاء راح تكون غزيرة تعطينا بإذن الله كميات أمطار شديدة نحذر من غزارة الأمطار من جريان السيول من ارتفاع منسوب المياه من تشكل الضباب في المناطق المرتفعة وتدني مدى الرؤية الأفقية أيضا هذه الليلة وغدا من سرعة الرياح فنرجو تثبيت الأمور المتطايرة وحتى تثبيتها أحسن ما تشكل خطر على حياة الناس والممتلكات ونرجو من الجميع الاستخدام الآمن للتدفع نرجو للجميع السلامة شكرا لمتابعاتكم ونترككم إن شاء الله في أمان الله ترجمة نانسي قنقر نيسان وإنفينيتي في الأردن شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري